اليوم دائماً أي حدا فينا بيطمح للابتسام الجميلة ودائماً منقول منظر الأسنان ومنظرهم يا ليلة بيعكو سيكي على الوجه وهذا يعني صار حلم أخلينا نقول صار كمان التريند بين الناس أنه أنا اليوم بدي أعمل فينير بدي أعمل لومينير ولكن اليوم في حالات الشخص ممكن يعاني منه ما يروح فقط للموضوع التجميل أيضاً اليوم في حالات طبية تستدعي التجميل بعض الأشخاص بيكون عندهم فرغات بالأسنان بعض الأشخاص بيكون عندهم فرق بين حجم الأسنان وأيضاً بالشكل فاليوم التدخل الطبي التجميلي جداً حاجة ضرورية تماماً يا رشال اليوم رح نحكي عن الفينيرز السابت والمتحرك وأيضاً الكومبوزيت وشو هي استخداماتهم الطبية وأيضاً التجميلية ومجموعة من الأسئلة والنصائح اللي رح يقدمنا ياهو ضيفنا اللي صار معنا بالستوديو الدكتور حسن فيصل أسعد طبيب تقويم وتجميل الأسنان سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك سباح الحكيم كيفك؟ أهلا وسهلا بحضرتك خلينا بداية نعرف بالمصطلح الطبي التجميلي للفينير المصطلح الطبي التجميلي للفينير الفينير هو عبارة عن قشرة خزفية أو قشرة تجميلية سماكتها بين 0.5 إلى 2 ميلي الفينير عبارة عن حط الأسنان بسيط وعدسة خارجية للسطح الخارجي للسن طيب دكتور اليوم خلينا نحكي عن مراحل التحضير اليوم في مراحل قبل تركيب الفينير أو أي إجراء تجميلي خلينا نحكي عن مراحل التحضير أهم مراحل لما يجي المراجعة لعنا على العيادة ما كل حالة مثل ما يفهم المرضى أن الفينير فقط لون في حالات لها استطبابها هون بيلعب دور طبيب ما يكون طبيب دوره فقط وضع الفينير للمريض حسب حاشة المريض تكون الأسنان متأكلة بيكون في تصبغات تسمم فلوري بالأسنان فراغات بين الأسنان لهيك ممكن نعم من الفينير يعني ما كل حالات لازم نأخذها بس منغير من شكل السن منغير من حجم السن من لون السن أكيد اللون بيتحكم بلون البشرة المريض إذا واحد بشرته بيضة ممكن نحط له لون أبيض فاتح في عنا اللون الفينير أربع أو خمس ألوان للون الأبيض يعني بليتش هون بليتش تو زيرو بليتش فهو حسب بشرة وحسب ناسب اليوم تناسب ما يكون نحن أحيانا عم نشوف اليوم منظر كثير مون لون تبشوري يعني ما لون البشرة شيء والأسنان شيء يعني في أوبر كثير بالألوان اليوم كثير مهم حتى تدخل طبيعا من قبل الدكتور أنه اليوم ينصح أكيد الطبيب إليه دور أساسي بينصح المريض ومشان تطلع بتسامة حلوة والفينير إليه ألوان مناسب للون البشرة صار هلا هي حكيم خلينا نروحيك معك لتركيب الفينير يعني اليوم حضرنا المريض خلينا نقول شفنا شو وضع اللسة شو منا نشتغل ورحنا لموضوع التركيب مراحل التركيب يعني مراحل التركيب أول شيء من تحضير بالنسبة للفينير تحضير السطح الخارجي للسن أقل التحضير مشان ما نؤثر على بنية السن كتير يعني 0.3 إلى 0.7 الآن نحكي على البرد برد الأسنان نعم بنبرد الأسنان بشكل جيد وبحيث أن ما نأثر على بنية السن كتير وحسب ارتصاف الأسنان كمان بيكون البرد هون وطبعة طبعة ناخد طبعة للمريض أما طبعة مواد خاصة طابعة وهلأ في نازل حديثا سكان تري شب تصوير وبي دي اف نبعثه للمخبر وبعد الطبعة هون دور المخبر دور أساسي المخبر بيقوم بتصنيع القشرة خلال 3 إلى 4 أيام وببعثه للطبيب وبعدين تركيبه أهم شيء الإلساق عند الطبيب اللاسق اللاسق تكون نوعيته جيدة وعزل الطبيب بالعيادة للمريض والإجراءات اللي بيقوم فيها والإجراءات الإلساق هي أهم شيء تقريبا والفينير ما بيفك إذا كان إلساقه كتير كويس لأنه بيشكل كتلة بين السن والقشرة الخزافية طيب دكتور اليوم بعد ما تم تركيب الفينير بشكل كامل اليوم المريض راح على البيت خلاص ما بقى فيه مراجعة على الطبيب أكيد اليوم فيه تحذيرات أو إجراءات لازم يتبع على يحافظ على هذا الفينير أهم تحذيرات أنه طبيعة الأكل نوعية الأكل ما أنه والله يأكل شغلات قاسية كتير أكيد يأكل المريض بس يكون حذر شوي ما يجي يفتح جوزة أو زر القميص أو أي شيء بالفينير أكيد السن الطبيعي بينكسر هيك بس أنا اللاسق لهايه كولتي الآن النازلة و المواد الإتساق كويسة أنا عم لاحظ عندي على مرضي من سنتين ما فكت أي فينير لأن المواد اللي عم جيبها مواد كتير كويسة يعني فيه مواد الإتساق كويسة يعني بالعادة بتفك قبل السنتين دكتور؟ حسبًا لا 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 يزا كان الإتساق كويس ما بتفك لأنا بشكل كتلة بيننا وبين السن يعني الفينير أي لهيك الفينير الإتساق إذا كان كتير كويس والطبيب عمل عزل كتير كويس بالعيادة للسن عن اللعاب والدم ما يتسرب أي لعاب أو يدم بين الفينير وطبقة السن الخارجي ما بيفك نهائيا إذا كان لازك هاي كواليتي نوعية كتير كويسة طيب حكيم خلال نروح لبعض الأشخاص اللي هنون طبيا وتجميليا بحاجة لتركيب الفينير ولكن اليوم عندهم خلال نقول حالة أو وضع صحي شو هنون الأمراض هل الأمراض السكري الضغط هل بتخافوا من بعض الحالات إن كون تروحوا له هاد الإجراء احنا بخوفنا بطب الأسنان أكتر شي بالنسبة للفينير أو تركيبات إذي تكون هو مريض السكري لأن المريض السكري ارتفاع وخفاض السكر عنده بيأدي لتراجع بعضم السن وباللسة وتراجع للتركيبات غير صحية لهيك احنا من مرضى السكري أكتر شي يعني بتخافوا النتائج فيما بعد أو أثناء عمليات التركيب لا لا فيما بعد لأنه تراجع اللثة هو الفينير بدي يكون ملاسق لتحت اللسة تقريباً أو ملاسق لللسة المريض السكري بيصير عنده تراجع دائم باللسة صحيح لهيك بده عناية خاصة مو أنه ممنوع نهائياً بده عناية خاصة ومريض السكري بينضبط السكري تبعه بمراجعة طبيبه أما بالأنسولين أو أدويتو الخاصة لهيك تراجع لسة بيكون منحسر يعني يبدو يكون منضبط وخصوصي كمان بزراعة الأسنان كمان مريض السكري مضاد تقريباً مضاد استطبابه طيب دكتور بالنسبة للمدة الزمنية أو للعمر المناسب للفينير هل يسمح تحت عمره 18 أو 17 إجراء أي إجراء تجميلي اليوم؟ أكيد أي إجراء تجميلي مهما كان إجراء تجميلي عمره 18 غير يعني لساته شب ساته صغير غير قادر على أن ياخد قرار يعني وحرام من نعمل يعني يعني شب صغير أنا تقريباً مبلش للفينير للحالات اللي أنا بستطبها يعني بعمر 22 سنة شو السبب أنه ما فينا نعمل بهي الأعمار؟ يعني لساته شب صغير وأنا دائماً إحنا منحافظ على السن الطبيعي على الأسنانه الطبيعية وغير قادر ياخد قرار بالنسبة للفينير هو يمكن اليوم أكيد بتأثروا بالجو أنه بدي يعمل هليد اسمايلا يعني حرام بواحد عمر 18 سنة يحافظ على الأسنانه الطبيعية يعني عمر 22 سنة إذا كانت الحالة مستدعية لنعمل فينير مثل تصبغات الأسنان متكسرة فراغات بين الأسنان حالة بسيطة يعني ما بدوا يعمل تقويم يعني ممكن بيغير لون السن بيغير شكل السن حجم السن طيب دكتور كتير بنسمع بمصلحة الفينير واللومينير ولكن طبياً وتجملياً في فروق بين الوصفين يعني خلينا نفرق بين أعطوه الفينير هو عبارة عن سماكل بين الفينير واللومينير اللومينير هي اسم شركة كمان بس بيختلف أنه العدسة أرق بتيجي اللومينير وما بيحتاج لبرد السن العدسة بين 0.2 و 0.3 يعني في تركب فوق السن أكيد بدون برد أما الفينير بده برد بسيط أكيد أفضل بس إله سيئات أنه الفينير هو شغل معمل واللومينير شغل معمل بس الفينير يحتاج لبرد بسيط المخبر هون بيتفنن بتموج اللون بتعطيه سماكة أكتر بتموج اللون أما اللومينير ممكن اللون يكون شوي ناشف لأنه ما بيحسن المخبر يحط موجات لون لأنه طبقها بدون سح الأسنان وأكيد إحنا مع أي شيء ما يضر البنية السن أنت مع أينه إجراء دكتوريا طبياً مفضل؟ حالياً الفينير التطور واللي هي قولتني بالمواد وبالتحضير والحالة تكون أكاديمية الفينير أفضل من اللومينير بس علمياً اللومينير أفضل بحيث أنه ما في برد للأسنان ممكن بحافظ على السن كمان الفينير كومبزيت الفينير كومبزيت ما في داعي لبرد الأسنان عبارة عن حشوات كومبزيت تتطبق بالعيادة بس تتأثر بالتدخين وبتأثر بالأكل والشرب شو يعني حشوات دكتور؟ خلينا نفصل بس شوي بهذا الإجراء نفس الحشوات اللي بنحطها بس بنوعيتها تكون جيدة وبتلتسق على الأسنان الأمامية لا تحتاج برد أو برد بسيط جداً عبارة عن تتطبق بالعيادة مباشرةً خلال الجلسة وحدة اللونة ألوانها بتكون أكيد ألوان بليتش ألوان فاتحة بس أكيد هو شغل طبيب يعني رح يكون أكيد شغل المخبر رح يكون أفضل لأنه كله على الأجهزة أما هون شغل يدوي دي مومتها ممكن تكون أقل من البينير؟ أكيد لأنه ممكن تتعرض للكسر ومشاكله أنه بتغير لونه أحياناً ما بتغطي شكل هندسيني حتى لو كان فيه اعتناء من الشخص حتى لو كان فيه اعتناء ممكن يغير الأفضل هو الفينير اللومينير بعدين الفينير طيب دكتور كتير من الأشخاص بيخافوا ويعملوا أي إجراء تجميل الأسنان بيحبوا بس بيسمعوا أنه اليوم في برد للأسنان هل اليوم برد الأسنان له حد معين يمكن حسب كل طبيب ما بيحدد هذا الشيء شو تأثيرات طوالا بعدين على الأسنان؟ هلأ الحساسية للأسنان يعني برد الأسنان المفرط ممكن يسوي حساسية لهيك إحنا منفضل تركيبات الفينير على الزيركون اللومينير على الفينير لهيك برد الأسنان رح يكون برد بسيط يعني 0.3 إلى 0.5 يعني ممكن تأثيراته المستقبلية على اللسة حساسية بسيطة على الأسنان لكن مواد العازلة مواد الإلساق والبند اللي موجود هو اللي بيخفف وبيروح الحساسية نهائياً طيب دكتور في حالات كتير وواقعية يعني من الأشخاص اللي حولينا بيروحوا لي الإجراءات التجميلة بيعملوا الفينير يعني اللي مفروض اللي يعني الطبي بيخترح عليه ولكن في بعد فترة بيصيروا يشعروا أنه بلش في وجع بيقلسة أو في رواقح بلش تطلع من التم يعني هي مو بإيده للشخص يعني هون شو بتكون المشكلة؟ هل اللاصق؟ هل في فراغات؟ هني مشكلة مرتابطة مع بعضها بس بتكون المشكلة بإختيار الطبيب للمخبر بيكون حواف الفينير فيها خشونة بيكون مملمعة كويس ما نعزل الفينير تحت اللسا أنا إذا ما كان الفينير طابقه تماماً انطباقه مية بالمية ما بركبه لأنه بعرف مشاكل اللي بعدين بعيدة مرة تانية ولا بركبها هون انت عندك تشاركية بين المخبر والطبيب لأن المخبر العنصر جداً مهم بهذا الموضوع يعني دوره بيشكل فوق الستين بالمية المخبر الجيد والصناعة الجيدة للمخبر هو برجع للطبيب اختيار المخبر وأحياناً بيصير إشكاليات بسيطة نتيجة الطبعة نتيجة أي شيء منرجع الفينير هو عبارة كل عدسة بتركب لوحدة منرجع للمخبر بيعيد سقلة وتنعيمها بشكل كويس بحيث أن تتلائم مع اللسة وما تكون جسم غريب على اللسة حتى لو كان في مدة زمنية طويلة بين التركيب وحدث الالتهاب ممكن ينفك الفينير ويرجع يتركب ما بتأثر بأي شيء وحالياً نحن عم فوق الفينير أنا بعياد تعم بالليزر الفينير بالليزر كان خافه من الكسر أكيد كسر الفينير هو يعني هو طبق قشرة عدسة العين تقريباً أسمك شوي صغيرة هلأ اللومينير بتلع سمك عدسة العين أما الفينير سمكت شوي أكتر ممكن يكسر من أي شيء نتش قوي أو مثل ما قلت لك ما من يجي نفتح مثلاً نمسك شيء معدني أو شغلة نمسك مفتاح أو قضم أظافر ممكن أكيد يكسر السن الطبيعي بيكسر طب اليوم دكتور مثل ما أناك عم تذكر أنه أي شيء عوامل بنا نكسر شيء على السن اليوم بشكل عامل حفاظ على صحة الفم والأسنان سواء أن للأسنان الطبيعية أو في حال إجراء أي إجراء تجميلي خلينا نحكي اليوم التعليمات للحفاظ اليوم المنزلي خلينا نقول بداية في حال صارت أو تطورت الحالات اليوم المريض في حاجة لي راجع الطبيب أكيد الحفاظ المنزلي الفرشاية تكون مناسبة soft أو medium ما تكون hard العناية الفموية تفريش الأسنان الغسولات الفموية المضمضة بمي وملح إذا شفنا تغير من لون اللثة من لون مثلا يكون لون أحمر داكن هو لون اللثة الطبيعي هو لون الزهري لهيك نلجأ لمراجعة الطبيب إذا ما استشفت اللثة بشكل كويس دكتور دائما يمكن أنتوا بتحسوا أنك تعمل تركيبة جديدة أفضل ما تروح للإصلاح والتصليح فيما بعد وخاصة إذا كان الشخص تشتغل بمكان ما ويعني استنجرت فيك أنه في مشكلة ذكرنا بعض المشاكل المرأنا علي أنه ممكن تسبب رواح فراغات إلى آخرين تراجع باللثة التهاب للثة طيب اليوم هون طبيا شو بتتصرف حضرتك إذا صار مشكلة طبعا أول شغلة بدنا نخفف تكاليف المادية أكيد على المريض ما راح نجي نقول له مثلا نغير إذا ما فيه ألم شديد مثلا الانتهاب لسه ممكن نعمل تجريف أو تنظيف للثة وغسولات فموية هاي أكتر شي ممكن يصير عند المريض أما إذا فيه مشاكل عصب ألم عند المريض من قد نسحب العصب إذا فيه تغيير باللون وتكسر بالفينير أو شي لهيك ممكن ساعة بنا نفق الفينير بس العمر الافتراضي للفينير أنا بقول لهم أي تركيبة العمر الافتراضي هي عشرة إلى خمسة عشر سنة ما فيه شي مدى الحياة لأنه طبيعة جسم الإنسان ممكن يتراجع العظم وتراجع اللسه لهيك العمر الافتراضي بين عشرة إلى خمسة عشر سنة تقريبا أكيد دكتور ودائما نقول التشييك يعني الدوري عن الطبيب الأسنام جدا كل ستة أشهر يعني كل ستة أشهر يعني كرمال إذا في أي حال يقدر الطبيب يتصرف بشكل جيد صدقيني إحنا مريضنا هون بسوريا واعي جدا أنا اشتغلت بأكثر من البلد العربي مريضنا السوري حتى بيناقش الطبيب بشغلات علمية لهيك إحنا مستوى طب الأسنان بسوريا كتير عالي وتشكر النقابة وتشكر صح على الدورات التعليمية توعي اليوم توعي جدا رائع جدا نحن نشكر حضورك لليوم يا دكتور حسان نتمنى لك كل الصحة والسلام إلى كل كل حدا مشوفنا أكيد لليوم شكرا